بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين ما زلنا بصدد الوحدة السبعة الصف الرابع الابتدائي الترم التاني اللي هي تعتبر الوحدة الأولى هناخد النهاردة بإذن الله تعالى الدرس الرابع لسن فور كنا شرحنا أول تلات دروس وخدنا امتحانات على التلات دروس امتحانا على الدرس الأول وامتحانا على الدرس التاني وامتحانا على الدرس التالت والنهاردة كذلك ان شاء الله بعد ما نشرح الدرس يبقى عندنا امتحانا على الدرس الرابع وهي كالعادة هنبدأ الشغل بتاعنا هنسيس طبعا رابط رابط جروبي يعني للتليجرام عشان الناس لو عايزة ايه تشوفوا الواجب يعني وكده طيب بنبدأ بأهم الكلمات الأول هو الدرس عبارة عن فارين معنا يعني فار وفار فالفار الاول من الريف والفار التاني من المدينة فهيروحوا يزوروا بعض فار المدينة يروحوا يزور بتاع الريف ويقولوا بقى ايه بقى لك كتير ما تجدش المدينة ما تيجي تزور المدينة طبعا هنشوف ايه ده هيعجب بايه وده هيعجب بايه وايه الكويس ويه الوحش بالنسبة له طيب اول حاجة ده التاني والتاني هنسميه يبقى احنا عندنا اتنين كونتري ماوس ويه سيتي ماوس قصة فار المدينة وفار الريف وهنشوف ايه اللي هيحصل اول حاجة معايا طبعا الفار اسم ماوس عرفناه وكلمة كونتري اللي هو الريف وكمان كلمة سيتي اللي هي المدينة هنا بقى بيقول لي اكيد الفار اللي جاي هنا بليزد مسرور او فرحان وبيعيش فيه هول اللي هي فتحة او ثقب او بيت الفار يعني بيقولوا عليه ايه هو ولا فهي معناها فتحة او ثقب في الحائط طيب فار المدينة جي طبعا ليه فار الريف ففار الريف طبعا لازم يأكله فراح هازمه على سيدز بزور ودي قديمة معانا وكمان جراس يعني عشب وبرضو قديمة معانا طيب الفار بتاع المدينة بقى مبتهج ومتحمس كمان يعني دي لايتد دي لايتد واكسايتد اكسايتد قديمة اخدناها في سنة تالتة بمعنى متحمس ودي لايتد يعني مبتهج تمام آآ ما سابش فر الريف لوحده قال له تعال بقى ايه اما اعزمك عندي هناك فين هيعزمه فين في المدينة طبعا المكان اللي هو فيه راح المدينة صاحبنا هناك وايه لقى المدينة بقى ايه بالاشكال اللي احنا شايفينها دي لقاها جميلة وفيها اضواء لامعة وفيها حاجات كتير حلوة يعني يعني جميل اضواء لامعة يبقى كده دي اهم الالفاظ اللي استخدمت في الدرس تمام وهو بيفرجوا بقى على الاضواء اللامعة وعلى المدينة الجميلة دية بعد ما اخدوا هناك صد اللي فجأة فجأة حصلت حاجة ايه اللي حصل بقى طبعا اللي حصل ان الفار بتاع المدينة عارف الدنيا هناك وعارف الطريق بداية كده بدأت تمطر فرين يعني مطر قديمة برضو بالنسبة لنا رين مطر طبعا فار المدينة عارف الاماكن اللي هيستخبى فيها لكن الفار بتاعنا لسه جديد على هناك المهم ايه بدأ يخبيه بعد كده حصلت حاجة تاني حصلت نويز 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 يعني ضوضاء او يعني صوت شديد اصوات شديدة كل شوية والسيارات بيب بيب وكده طبعا اه فار الريف بقى بقى خايف ومرعوب خايف او مرعوب من الحاجات اللي هو ما شافهاش قبل كده برضو بدأ يشم دخان السيارات ده برضو سبب له ازمة كده وخلمة مخنوق ومتدايق ومش عارف تنفس كويس تمام طيب الموضوع خلص على كده لأ لأ صوت قطار وقطر وكده لان هما لما كانوا في الريف راحوا المدينة فرجبوا القطار يعني رجبوا الترين اللي هو القطار علشان هما اللي راحوا به هناك فين في المدينة طيب طبعا حصلت له بعد المشاكل والقطة هجمت عليهم ومش عارف ايه ففي النهاية الفرق اللي يا عمنا هروح بيتنا ده الكلام ده مش هينفع معاه مش هعرف عيش هنا فجوباك يعني يعود نيجي بقى للقصة بيقول لي بقى السيتي ماوس فار المدينة هو ويه الكانتري ماوس فار الريف يبقى فار المدينة وفار الريف ملبسين الراجل ده حلو بقى جاي من المدينة بقى ومشيج والراجل بتاع الريف يعيني ايه غلبان على قده كده بيقول لي السيتي ماوس اول كلمة معايا هتعمل لي مشكلة يعني زارة زارة وطبعا هي في زمن الماضي لان احنا الماضي بنجيبه من الفعل زائد اي دي فمثلا انا عندي بس دي دي معناها يزور بالشكل ده دي فعل معناها يزور حابب اجيب الماضي منها بقى اروح مزود لها ايه اروح مزود لها اي دي بالشكل ده يبقى كده معناها زارة يبقى انا بقى لما حب اجيب الماضي من الفعل بضيف له اي دي هل كل الافعال كده لأ طبعا في افعال ما بتقبلش اي دي هيجي منها دلوقتي وهنوضحها وطبعا احنا كنا شرحنا زمن الماضي في الفيديو اللي فات بالتفصيل ولا انتوا نسيته شرحناها بالتفصيل طيب هنا بقى بيقول لي اه في الفتحة بتاعته اللي احنا شفناها دي في الارض طبعا الفار بتاع ريف يعني كان مسرور فرحان كان مبسوط خالص وكان ايه مبتهج اللي احنا قلناها برضو اللي تسويها فاحنا هنقول مسرور هنا افضل او سعيد يعني تسويها بيه كان مسرور طبعا من اه صاحبه جيف اه جاتها هي اللي احنا بنتكلم عليها جيف هنا بمعنى اعطى جيف بمعنى اعطى اصل الفعل ايه بقى اصل الفعل جيف جيف آآ بدايته كده اهو بمعنى يعطي جيف جيب معنى يعطي خد بالك من حرف الاي هيبقى شكله ازاي جيف يعطي اجي هنا بقى لما حب اجيب الماضي اروح واخد ايه بقى هغير حرف الاي اللي انا غيرته ده فاكتب لك الماضي بالشكل ده جيف اعطى يبقى اصبح ايه بقى اصبح ايه كل الكلمات كده لأ برضو دي قاعدة مستقلة دي ملهاش دعو خالص بكل الكلمات دي حاجة شازة احنا بنحفظها كده ما بنقسش عليها تمام? يبقى جيف يعطي والماضي جيف اعطى تمام? فبيقول لي ادى ادى صاحبه ادالو حاجتين بقى ايه الحاجة اللي اكلها له اكله جراس اللي احنا شفنا صورته العشب وكمان اللي هو بعض البزور حلو اوه السيتي ماوس بقى قال له ايه? thank you. you know the city is pretty. انت عارف يا عم الحج ان المدينة ايه? pretty. جميلة. full of bright lightness. وفيها اضواء لامعة وحاجات جميلة. why don't you come? why don't you دي طريقة اقتراح? هنوضحها في اللي جاي طبعا. معناها لما لا? لما لا? why don't you? لما لا? why don't you come and see? لما تجيش كده وتتفرج معانا? طبعا الرجل اول ما سمعك كلمتين دول بقى delighted delighted بقى مبتهج مبسوط قوي. متحمس انه يروح. عاوز يروح بقى. السيتي ماوس استبد. الاي دي اللي احنا قلنا عليها هو. فار المدينة استبد. توقف عن الاكل. عاوز يعرفني ان كلمة يقف يجي بعدها هي ان يجي. والسيد وقال له ايه? there is no reason to wait. وات يعني ينتظر. ما تستناش تاني يعمل حج? يلا بينا. we can catch a train at eight. catch a train. catch a train? يركب القطار. احنا ممكن نركب اطرق ونروح الساعة تمانية. زاتو فرندس اللي تنظر الاصدقاء بقى ران اهي ران دي شزة برضو. ران معناها جيريو. جيريو في زمن الماضي. لان اصل الفعل معنى ايه? اصل الفعل ران باليو بالشكل ده. ران معناها يجري. الماضي منها ران جيري بقى. جيريو عالقطار جست ازا تستارت التورين. اول مريك بول اطر كده والدنيا قلبت معاهم وبدأت ايه? تمطر. انزا سيتي وصلوا بقى في المدينة زا سموك. السموك اللي هو الدخان. ايه اللي حصل للدخان بقى? الدخان بتاع العربيات اللي هو بيطلع من اللي هو بنسميه او عوادم السيارات. الدخان بقى بدأ يشنقهم واي ايه? ويديقهم كده? كفرد. كفرد غطة. كفرد غطة. غطة النجوم. وكان فيه دوضاء اللي احنا وضحناها. صوت فضيع وصوت شديد قوي. الفار بتاع الريف بقى مرعوب وخايف من الحاجات اللي حصل دي. ما كانش بقى جاهز ولا مستعد الايه? لآه الروايح اللي بيشمها بتاعت الدخان دي ولا الاصوات اللي بايه بيسمعها? بعد ما سمعوا صوت القطة وهي بتسرك خافوا قوي. والقطة رحت ايلالهم ايه ايلالهم ومعهم شوية عيش الحلاوة دي. الرزق الحلو ده يا رب ده. اهو الفارين ومعهم شوية العيش. هم اول ما سمعوها كده جاري هاتك يا جاري رن رن رن. فار بتاع المدينة بقى عارف الدنيا دي وعارف الزحمة دي. قال له اجري 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 اجري. وجريوا هما الاتنين. فار المدينة وفار الريف. وزي ران الراوين زا كورنر. فنصيا كده واستخبوا وراها. يعني زي ايه? حتة كده زنق وراحوا مستخبين ايه? وراها. فار الريف بقى قال له ايه? قال له سانكيو ماي فريند. شكرا يا صديقي. شفت القطة عملت فيهم ايه? موتوتهم من الخوف. جريت وراهم. شكرا يا صديقي. المدينة مسيرة. يبقى احنا خدنا يعني متحمس. بالإي دي. لكن بالإي اني جي يعني مسير. المدينة مسيرة قوي. بط. اتس طايم فور مي تو جو باك. ها شكرا يا عم الحج على اكلك الحلو. وبلدك الوحشة اللي مليانة زحمة وزنق ومود دي. ها حان الوقت ليا يا عم الحج ايه? تو لايف فور مي. هارجع بيتي عم الحج وخيف ومرعوبة. هو رجع ايه? ورجع على الريف بقى بعيد عن ايه? بعيد عن حياة المدينة. الدرس اللي عايز يعلمهولي من القصة. اني انا قاعد في مكان ما ينفعش اروح قاعد في مكان تاني. يعني انت في سنة ربعة ما ينفعش تروح سنة خمسة. بتاع سنة تالتة ما ينفعش يروح سنة ربعة. ده المورال. المورال يعني الدرس الاخلاقي اللي انا تعلمته من القصة. اني مكان مش بتاعي انا ما ينفعش. حاجة مش بتاعتي ما ينفعش اخدها. وهكزا. بقى بيقول لي هنا بقى ايه? زا سيتي ماوس فر المدينة. از فيزيتد زا فار المدينة زار فار الريف انهز زاروا في ايه بقى في ايه بقى بالزبط طبعا زاروا في في الهات الطائية ولا الهوتل الفندق ولا هول يعني صالة ولا هول بمعنى فتحة طبعا اكيد هو عايز هول بمعنى ايه فتحة تمام طيب فار المدينة ووز كان ايه بقى كان ايه لما عارف احنا هنجيب القلم الاصفر علشان بيوضح اكتر تمام طيب فار المدينة كان ايه بقى كان حزين ولا مسرور ولا غطبان ولا كرس غاضب طبعا كان مبسوط قوي ان هو ايه هيروح يزور المدينة واتفرج بقى على الوان الحلوة والحاجات اللي هناك فار المدينة جيف هز فرين دي جراس اند اداله جراس وايه وبزور ولا ولو لحمة ولا كيك ولا وتشيز طبعا بزور الحاجة دي جميلة ومليانة بالالوان المبهجة طبعا على رأي فار المدينة هي الستي المدينة صح؟ طيب كلمة دي لايتد اللي هي مبتهج معناها ايه سيء ولا مبسوط ولا حزين ولا دوضاء طبعا معناها ايه مصرور خالص ومبسوط خالص لانه كان فرحالة معرف ان هو راح كان بديزد وكان دي لايتد طيب انقط فتحة في حاجة الفتحة دي اللي هي الهول اللي هي السقب اللي بيقعد في الفار وبيدخل فيه تمام طيب انقط القيمة اللي انت بتتعلمها من القصة انت قريد قصة يبقى ايه بقى ايه اللي تعلمتوا منها تعلمت منها فتحة ولا ضوء ولا تعلمت مغزة او درس اخلاقي ولا تعلمت الكورنر طبعا مورال يعني المغزى او الدرس الاخلاقي اللي احنا تعلمنا من القصة ان احنا ما نروحش في حاجة احنا ما نعرفهاش او مكان احنا ما نعرفوش زير زي سموك انزا في دخام فين في المدينة ولا في الكنتري ولا في القرية ولا في المزرعة طبعا في المدينة لان هي اللي فيها تلوث بخلاف الايه الريف تمام تمرين اللي بعده طوق نقط وينت توزا سيتي اتنين ايه راحوا المدينة بقى وينت توزا سيتي اتنين ايه راحوا المدينة اتنين صوت ولا اتنين قطار ولا اتنين كورنر ولا اتنين مايس طبعا اتنين مايس دي هتبقى رقم واحد يعني فارين راحوا المدينة زي وينت باي راحوا بواسطة ايه الصوت ولا القطار ولا الكورنر طبعا ترين راحوا بواسطة القطار. زي سمعوا ايه طبع القطة? طبعا سمعوا صوت الايه? القطة. زي جريوا خلف ايه? خلف زاوية كده. وكانوا مرعوبين من الايه? من القطة. طيب الترتيب بقى هتبقى رقم واحد. تلاتة كان يعني كان مصرور ومبسوط خالص. زا سموك الدخان. اه الدخان كفرد. اه الدخان كفرد. غطى طبعا النجوم. بس الدخان ده جاي من اين? هنقول زا سموك فروم زا كارز. الدخان اللي جاي من العربيات. غطى اربعة. غطى ايه بقى? غطى ستارز النجوم. يبقى النجوم خمسة. اخر واحدة واي طبعا واي التعبير اللي انا قلتلكم عليه. وبعدها يو. واي دونت يو? بعد كده المصدر. واي دونت يو? كم اندي سي? ليه انت مجيش وتشوف بقى? يبقى كامر باعة? واندي خمسة وسي ستة. تمام? بقى التمرين هنلاقيها في الامتحان اللي تحت الفيديو. طبعا الدرس كده فيه شوية صوتيات. فبيقول للحروف المتحركة نوعين. في حروف متحركة قصيرة وفي حروف متحركة طويلة. يعني مين ومين? لا مش مين ومين. هم هم نفس الموضوع. بس ولكن ايه? ولكن اه احيانا في النطق. فمثلا هنا حرف الاي ده? بيقول لي ينطق مثل الالف المد في اللغة العربية. اات مات بستة. يعني ازا جيه في الاول ا ازا جيه في النص ما. برضو بفتح بقى. التالتة بستة. برضو فتحت ايه? بقى. هنا بقى الاي قصرة مخفافة. في اول الكلام. اليفانت. اه اه. اليفانت. وسط الكلمة مت. مت. اخر الكلمة شي. اي اي اي. شي. كسرة كده. تمام? اما حرف الاي. كسرة مشددة. او. او. يعني مريض. او. وسط الكلمة. بل. بل. فاتورة. انتي. ضده. انتي. انتي. تمام? حرف الاو ضم خفيفة. اوف. طوب. موتو. تمام? طيب. هنا بقى اليو ينطق مع فتح الفم او الضم. ا ا ا ا ا. انا كنت بقول ا ا ا. ما تنسوش الصوت اه? الاول نية كانت ا التالتة. الاخيرة ا ا امبريلا. با با بان. هونولولو. احيانا مش ويت. اه لا ويت. الايه ايه برضو? اعطى جيف. مطر رين. اه? الاي الكسرة بقى. كسرة بقى شديدة غير اللي فوق. حرف الاي بقى زي ما هو. ماي. مايس. لان مايس جمع فقر. اه? اكساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا طبعا بيجيب لي شوية ملاحظات زي ماوس يعني فقر ومايس يعني فقران الجامعة بتاعها ايه ده ما حطنا لهاش اس ايوة جامعة شهزة زي بالضبط ما انت بتعمل ايه زي ما انت بتعمل آآ تشايلد طفل وتشيلدرن اطفال زي الحاجات دي يعني ما بتاخدش اس ومان رجل ومين رجال وهكذا طيب قصيرة هنا بقى بيشرح لي تبسيط القصور القصور طبعا علينا في الوحدة التمنى في الرياضيات في الترمي التاني الجزء من الكل الكسر ده جزء من الكل يعني لي بسط ولي مقام فطبعا مثلا ادي النص مثلا اهو اللي فوق ده اسمه ايه اسمه فطبعا بسطه ايه ومقام طيب ماشي وعايز يجرب كلمة سمولر زان اصغر من وبيجور زان اكبر من وزا سيم از نفس الشي فمسلا احنا عندنا هنا ده اللي هو الواحد على اتنين طبعا النص صح اهل احنا بنقول عليه هاف ممكن يبقى كده وممكن يبقى كده طيب ركز معي بقى الدايرة فيها كم شق اتنين اهو يبقى ايزا ده النص هنا بقى نفس الدايرة ونفس الحجم بس مش النص بقى ليه لان اسمها مرابعة اسمها مرابعة فهنا عاوز يقول لي ايه بقى او ربعين وطبعا الربعين يساوي النص بالزبط الربعين يساوي النص طيب هنا بقى تقسمها ايه مش مرابعة لا موسادسة فقال لي النص هو بعين وبقى كم بقى سري سردس سري ساكسس يعني تلت سداس تلت سداس سوتسة هو سوتس وسوتس وسوتس تلت سداس تمام طيب هنا بقى اربع تتمان اربع تتمان يبقى النص ينفع يكون كام ربعين تلت سداس اربع تتمان في امتوقع تومني يعني تومني وتومني وتومني وتومن ماشي طيب نيجي بعد كده هو بيقول له النص يساوي اللي هما ربعين والسري ساكسس اللي هما تلت سداس وفور اتس اللي هما تمن اربع تتمان اربع تتمان يبقى النص يساوي ده كله طيب هنا بقى بيقول لي النص بجر زان تو ساكسس ايوة فعلا النص اكبر من الستسين لان لان النص اصلا تلت ايه تلت سداس طيب النص از سمولر زان سري فورتس طبعا النص اصغر من تلت من تلاتة فورسس يعني تلت ارباع النص فعلا اصغر من تلت ارباع تلت ارباع ده الواحد اللي رابع يبقى دول مش اكتر من النص يبقى النص اصغر بقى طيب النص النص is the same as for its النص اده اده ادت으면 ادل اربعة تتمان زي اللي احنا ايه زية الصورة اللي احنا عملناها دي اهو النص اد اد ربعين و ادتلت سداس و ادل اربع اتمان لكن لما يكون eux تلت ارباع يبقى اكبر من النص طيب لما يكونوا سوا تلت ارباع يبقى اكبر من النص طيب لما يكون سوتين بس لا يبقى اصغر من ده اللي احنا اصغر من ايه من النص طيب هنا بقى بيقول لي ايه اه طب ستوا cache عايز يقسم الباست والمقام يقسمهم على بعض. طبعا انتو هتفهمها في الرياضة اكتر من انجليش. تمام? هو في الانجليز بس عاوز يقول لي ايه? عشان لما تاخد الرياضة بالانجليزي تبقى عندك فكرة واخدها. فمثلا عشرة على الاربعين. فده بيقول لي ايه? اولا عشرة. عايز اقسمها ايه? عشرة على العشرة فيها الواحد. طب اربعين على العشرة في هالاربعة. يعني هي بعينها بالعرب يعني بس علشان ايه تشتغلوها بالانجليش. طب يبقى عشرة على الاربعين تسوي كم تسو оруж كم? طب جات ازاي? ما احنا دلوقتي قلنا. انا عندي عشرة على الاربعين. طب يه 한يه فى الاربعة اهي اربعين على العشرة وهو عشرة اявدي كل واحد كم? عشرة. هو عاوز يقول لي طيب عشرة على عشرة اللي فى هالواحد. عاوزة اعمل تقريب ما بينهم وبين بعضهم. فقال لي اذا عشرة على عايز نعملها على طريقة بسط ومقام. عشرة على الاربعين تساوي واحد على الاربعة. واحد على الاربعة. لان العشرة العشرة فيها الواحد فاخدت الواحد حطيته هنا اهو. في البسط. وهنا بقى حطيته في المقام. اربعين على اربعين على العشرة فيها الواحد. روح تحطط الاربعة. تمام? ان شاء الله لما توصولها برياضة هيبقى اسهل برضو. تمارين على الكسور? طبعا ممكن يجيب هالي على هيئة اختيارات زي كده? يقول لي مسلا طبعا واحد على اتنين يساوي تلاتة على خمسة. طبعا هي لها طريقة برياضة تتعمل. بس احنا هنا بالانجليزي عايزين حتى بالشكل العام الواضح. هل نص يساوي تلاتة اخماس? لا طبعا ما يساوهوش. يبقى دي هتبقى اللي هي خطأ. يبقى هنقول ان الكلام ده التانية بقى ربعة يساوي تومنين. ايوة صح ما واحد على اربعة. نص لو جيت هنا هتلاقي ايه? نص الاتنين واحد. ونص التمانية اربعة. اه يبقى دي يبقى دي صحيحة. طيب اربعة تمان يساوي خمسة عشر. اربعة تمان خمسة عشر. لا غلط. بعدين هنا بقى تلتين يساوي تلتة تمان. طبعا ده تلتين تلتة تمان. اه لو بصنا لا دي غلط تماما هتبقى مش مزبوطة. طيب هنا بقى بيقول لي ايه? شوف انت وكتب بقى اكتب للكاس ايه ده? طبعا نص واضح. يعني هنكتب واحد على اتنين. طيب رقم اتنين اه ربع. يبقى واحد على اربعة. طيب هنا بقى هنا تلات ايه دول بقى? تلاتة اربعة. يعني ممكن اكتب تلاتة وبعدين اربعة. هنا دول بقى ايه دول? الشكل خماسي. يبقى نكتب مسلا اتنين على خمسة. تمام? طيب بالتوفيق للجميع ما تنسوش لايك بقى. وشير لكل اصحابكم والامتحان تحت الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.